اغتيالات مستمرة تحت وضح نهار التحالف وضعف الشرعية وضع نشبه يوميا تعيشه العاصمة المواقتة عدن التي تشهد عمليات قتل ممنهج المستهدف فيه واحد المنتمون لتجمع الإصلاح وجمعيات سلفية فلم تكت تنتهي عدن من فجاعة اغتيال القيادي الإصلاحي علي الدعوسي ومحاولة اغتيال قيادي آخر دبوان غالب حتى صحت على وجع جديد باغتيال رمز الصغير رئيس جمعية البيان السلفية وكانت المدينة قد شهدت عمليات اغتيالات متتالية لقيادات سياسية وخطباء مساجد وهي اغتيالات لم تحرك فاعلية الأجهزة الأمنية في مدينة تتحكم بخيوطها الأمنية دولتا الإمارات والسعودية الانفلات الأمني الموجه في عدن ضد طرف واحد طرح استفهامات كثيرة حول ما يجري ومن المستفيد وما موقف الحكومة لكن الإجابات الرسمية لم تخرج عن إطار التنديد والإدانة فالحكومة وصفت ما يحدث بالروح العدوانية التي تستهدف اغتيال عقل عدن الوطني وقلبها المدني واعتبرت الحكومة في بيان لها استهداف الكوادر الوطنية بعدا وراءه أغراض خبيثة باتت مفضوحة للجميع قائلة إنما يجري جزء من مسلسل فوضى جار تنفيذه بعدا لإسقاط المناطق المحررة في فوضى العنف لإقناع العالم بأن الشرعية تفشلت في إدارتها تؤكد الحكومة بأن المستفيد من الفوضى الأمنية هي ميليشيا الحوثي وهو حديث وفق مراقبين صحيح ومكرر لكنه لن يوقف ماراثون الإغتيالات ولن ينهي مسلسل التقويض الشرعية إذا لم تعد الحكومة المهاجرة إلى الداخل وتحدث إصلاحات حقيقية في الأجهزة الأمنية التي أضحت بتأكيد وقائع أمنية متواطئة بصمتها وربما بمشاركة أطراف فيها مع ما يحدث